موسيقى وزارة الداخل لدينا برنامج 12 سوق نامو داجي اللي غادي يكون في مصاف الأسواق اللي كان في أوروبا سوق نامو داجي بحال أعطوه السوق الأول اللي غادي يمكن يشتغل هذا العام للخذر العام والسوق نامو داجي اللي غادي يشوفوا كماش داير باش يمكن يديرون فيه جميع الجهات هادو في الأسواق الكبيرة علاش لأن أسواق تلعبوا واحد دور كبير فيما يخص ضبط أتميناء ضبط السلاع عدد واحد عادت نساين شفنا ما تنافذ كوفيد بالله فهد الغالة أطلس على داز على أن هناك إشكاليات كبيرة في التوزيع وبالتالي هذه النظرات اللي كانت وزارة الداخل فيما يخص أسواق في مكانياء تحس نقصا نعودوا نشوفوا النظرات دي الأسواق كبيرة كلها في جيها في سوق كبير بحال ديك دي السوق اللي في باريز اللي كي يجمع المنتوجات للعالم كامل غادي الوزارة في هذا الشي زيادة على أن هناك أسواق أسبوعية عندها دور كبير تلعبوا في المناطق ديالها وبالتالي لا بد للوزارة قالت على أنه سيقدر تهيئة واحد مجهود في إطار مع الجماعات المحلية مع وزارة فلحة باش يمكن تهيكل هذه الأسواق حتى تتلعب دور ديالها كمتهية تكون منطقة لتبادل تبادل في الناس المواد ديالهم تعطي إمكانيات الجماعات المحلية إلى آخره وكذلك تخفف من الضغط هذوك الزين ترميدير اللي يكونوا فيما يخص التوزيع إن التوزيع المشكلة دياله هو داك الوسطة اللي ممكن مكتر إذن نحنا وزارة الداخلية مش غادية في هذا الاتجاه باش يمكن تدعم الأسواق والجماعات وزير الداخلية قل عندهم الحق ماشي مكيش خاصة في مكيش خاصة في العدد ديال ماشي الأطور عدد ديال المستخدامي اللي فيها الجماعات فيها عدد كبير جدا ولكن كي الخاصة في الكفاءة مثلا كي الخاصة في الأطباء في المهندسين في التقنيين في واحدة المسائل التقنية الأساسية اللي فيها خاصة كبير جدا ولكن الآن وزارة فتحات الباب ديال 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 فتحات باب با الجماعات محلي إمكانيات فتح باب الترشيحات باش يمكن الجماعات اللي عندها إمكانيات باش يدخل هاد الأطور التقنية الأساسية في تنمية دياله ممكيش هالجامعة واحد جامعة فيها تقنية واحد وفيها ستين ألف المواطنين وقدوز واحد عدد ديال الصفقات واحد عددها ممكيش وبالتالي لا بد أن نتجيه في تكوين أول الأطور خس يلقاهم يتجيع ديالهم خس يقلبوا واحد توليفة باش يمكن الأطور إلى دارتي كونكور يجيوك إنما يجيوك إنما إنه نظام تعوضات يكون نظام ماشي محفيز خس يلقاوا واحد نظام محفيز بالاسم الجماعات باش يجي الطبيب باش يجيك انجينيور تعطيه 12 الف درماء ما غا يجيكش أولا يجيك تقنية وتعطيه 3000 الف درماء ما غا يجيكش غا يمشي قطاع الخاص وبالتالي خس نظام ديال تحفيز باش م ممكن نحلو المجال لهذا الأطور باش تدخل باش تتنمي جامعة المحليه